موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صلى على محمد وآل محمد السلام عليكم مشاهدين الأكارم ورحمة الله وبركاته في هذه الحلقة الخاصة بذكرى وفاتي السيدة الطاهرة سكينة بنت الإمام الحسين سلام الله عليها وأرحب بضيفي فضيلة الشيخ حسين مناحي العساوي حياكم الله الشيخ العزيز وأهلا وسهلا ومرحبا بكم حياكم الله وطابة وقاتكم بكل خير وأعظم الله لنا ولكم الأجر نعم مشاهدين الأكارم حازت هذه السيدة السيدة الطيبة الطاهرة سكينة بنت الحسين سلام الله عليه وعليهما مكانة كبيرة عند أبيها الإمام الحسين سلام الله عليه ومن عاشرها وعاش في زمانها ومن عرفها وهل أننا حقا عرفناها وهل أن التاريخ قد أنصفها نعم شيخنا العزيز ما وصلنا من التاريخ عن هذه السيدة الطاهرة قليل للأسف ولكن هذا الشيء القليل هو بالعظيم جدا أولا هل أنها سكينة أم سكينة وحقا أنصفها التاريخ أم كان لها اسم آخر تعرف به سلام الله عليها بسم الله الرحمن الرحيم وصل الله على محمد وعلى آل بيتها الطيبين الطاهرين أعظم الله لنا ولكم الأجر وجميع المؤمنين بوفاة هذه السيدة النبيلة الجليلة التي شاطرت السيدة زينة والإمام زين العابدين عليه السلام في هذه المصيبة العظيمة التي جرت على أبيها وعلى عمها وعلى بقية بني هاشم بالفعل أن مسألة تسمية هذه السيدة النبيلة كما ذكر أهل اللغة أنه تلفظ بفتح السين وليس بضم السين إنما هي سكينة بمعنى السكن بمعنى الهدوء لأنه لقب تلقبت به لصفتها وخشوعها وهدوئها وصفها الإمام الحسين عليه السلام بهذا الاسم بهذا اللقب لأنها غلبت على هيئتها بالسكون أي بمعنى السكينة وليست بسكينة بالضم فالأغلب والأفضل أنها يقال عنها سكينة بفتح السين وليس بضمها هذا جانب نعم وجانب آخر وهي مسألة هل هناك لها اسم آخر نعم هل كانت تعرف باسم آخر نعم تسمى الاسم الحقيقي لها هو آمن نعم وهذه التسمية أهل البيت عليه السلام يتميزون بمسألة وضع الأسماء وديدن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله كان هكذا لم يسبق علي بن أبي طالب عليه السلام رسول الله ولم يسبق رسول الله صلى الله عليه وآله الله عز وجل حينما سمى الحسن والحسين والسيدة زينب عليه السلام فهكذا قد سمى الإمام الحسين عليه السلام ابنته آمنة تبعا لآمنة بنت وهب أم النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم تيمنا وتبركا ولما لها من هذه الأم من الكرامة ولما لهذه البنت من الخشوع والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى نعم جناب الشيخ ذكرتم بجانب الأم بلا شك هذه السيدة الطاهرة من جهة الأب معروفة وأشهر من نار على علم وهي بنت الحسين بن علي صلى الله عليهما حدثنا من جانب الأم اللطيف جدا أنه زوجات الإمام الحسين عليه السلام حينما ارتبط بهن لهن من المزية وهذا الارتباط يكون عادة مقدس لأنه إنما ترتبط هذه المرأة بالمعصوم وارتباطها بالمعصوم سوف يؤدي إلى انقلاب كيانها أو تغير حالها بنحو حال الإمام الحسين عليه السلام من الحب والسلام والمودة وضبط النفس وما شابه ذلك فكانت هذه السيدة آمنة بنت السيدة الرباب زوجة الإمام الحسين عليه السلام بنت أمر القيس يصل نسبه الكلبي نصراني تقول الروايات وكتب التاريخ أن أباها قد استسلم ودخل في الإسلام في زمن الخليفة الثاني فإذن الإمام الحسين رحي له الفدا حينما تزوج من هذه من قبل أبيها أمر القيس هو الذي الشاعر المعروف نعم ليس بشاعر المعروف نعم لا لا ليس بشاعر المعروف نعم إنما هي التسمية لأن السيدة هذه الجليلة حسب أغلب الروايات التاريخية حينما حصرت وفاتها تمام وقيل أنها عمرت من السنوات 75 سنة فحصروها بسنة 42 من الهجرة 42 من الهجرة يعني بعد استشهاد أمير المؤمنين عليه السلام بسنتين فإذن هذه السيدة نشأت من هذه الأم وهذه الأم لها طابع يختلف ولها يعني كيان مختلف لأنها اقتبست من نور سيد الشهداء نعم شيخنا العزيز كما هو معروف أن الأم هي قطب الرحى في البيت وكما ينقل أنه الأم مدرسة إن أعددتها أعددت شعبا طيب العراقي ولما لها الدور الكبير في تربية الأبناء وتربية تهيئة العائلة من كل الجوانب ما هو الدور الذي حصدته السيدة سكينة سلام الله عليه وماذا كان تأثير هذه السيدة الطاهرة وهي أمها الرباب سلام الله عليها في حياة هذه السيدة سكينة أو السيدة سكينة نعم حتما أن للأم لها الدور وحسب علماء الاجتماعي وعلماء النفس وعلماء التربية أن لها الحصة الأكبر باحتكاك هذه البنت مع الأم وديمومتها وبقائها في البيت فتستلهم وتأخذ من سيرة وكلمات ونفحات أمها قطعا لكن تأثير المحصوم له دور يتغلب على دور الأمرأة العادية نعم لها التأثير كما كان للسيدة الزهراء عليه السلام تأثير في بناء شخصية السيدة زينب عليه السلام وهكذا بقيت النسوة السيدة خديجة لها تأثير في بناء شخصية السيدة الزهراء وهكذا إذن نعم للأم دور وقد كانت هذه السيدة بأبي هي وأمي قد تقول الروايات غطت وجهها وستردته بيديها لأنها أخذ منها خمارها وسولبة ما سولبة من أهل البيت الواضح في قضية سلب قضية الحجاب هو فقط ما كان على الوجه ما كان على الوجه نعم فكانت العلويات من طابعهن السسر والعفاف وعدم نظر الرجال إليهن ولا كذلك كان العكس فكانت بأبي هي وأمي تغطي هذا الوجه المبارك حتى يذكر أنه في بعض المرات في المسير إلى الشام حتى أن الإمام السجاد سلام الله عليه أعطى بعض المال لحامل الرأس حتى يتقدم إلى الأمام والناس تنشغل بالنظر إلى الرؤوس ولا تنظر إلى نساء النبي وحتى في الشام يذكر أن السيد سكينة سلام الله عليك أنما كان لها موقف من هذا الموقف نعم الذي ذكره لنا سهل بن سعد الساعدي يقول حينما دخلت إلى الشام وكنت مارا بالشام إلى بيت المقدس لديه بعض الحوائج فيقول دخلت المدينة وإذا بالمدينة حالها يختلف من الفرح والسرور ومن الطبول ومن النساء بكامل زينتها وفرحها فقلت للشام عيد لا نعرفه نحن فقالوا أولا تعجب قال ومن أنت كأنك غريب قال نعم أنا سهل بن سعد الساعدي ممن رأى رسول الله وحمل حديثه قالوا أولا تعجب أن السماء تمطر دماء والأرض لا تخسف بأهلها قال وما هو الذي حصل قال إن رأسه ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله الإمام الحسين قد جاء مع السبايا قالوا من أين يدخلون قالوا له من باب الساعات فتقول الرواية أن سهل كأنه هذه فرصة أراد أن يستثمر وجوده ويشاهد ما جاء برؤوس الإمام الحسين وأهل بيته وكذلك السبايا فيقول ما إن دخلوا وإذا بهذه الأمرأة يعني من غير وطاء ولا غطاء على تلك النياق العجف فقلت لها من أنت فقالت أنا سكينة بنت الحسين عليه السلام قال لها أنا سهل ابن سعد الساعدي ممن رأى رسول الله وسمع حديثه ألك حاجة؟ هذه الحوارية نعم ينقلها الخوارزمي في مقتله مقتل الإمام الحسين عليه السلام فيؤرخ هذه الحادثة للسيدة سكينة فقالت له نعم لنا حاجة أعندك بعض الدراهم؟ قال وماذا تريدين تصنعي بها؟ قالت له تعطيها لحامل الرأس حتى يتقدم على الموكب فينشغل لاحظ هنا التربية التي نريد أن ننوه عليها ومسألة الأم ومسألة هذه الأسرة يجب بالفعل أن تحافظ على شرفي وعفافي وستري وخدري هذه البنت الطاهرة وهكذا هو المفروض ديدا جميع المؤمنين والمؤمنات أن يحذو حذو هذه السيدة جليلة لماذا؟ قالت حتى تنصرف وجوه الناس والرجال والصغار والكبار إلى رأس أبي الحسين عليه السلام عن النظر إلينا نعم كما يذكر أن هذه الدراهم فيما بعد في جيب حامل الرأس تحولت إلى حجارة نعم شيخنا العزيز الآن ذكرنا أنها كانت مع الركب الحسيني وصارت مع السبايا وبعد ذلك رجعت إلى المدينة كم عاشت هذه السيدة الطاهرة؟ وهل أنها تزوجت؟ وأنه يذكر أن مصعب بن الزبير طرح عليها قضية الزواج فمن تزوجت؟ مظلومية أهل البيت عليه السلام مظلومية كبيرة جدا لا شك وقد بخس حق أهل البيت عليه السلام من قبل الناس ومن قبل التأريخ لأن التأريخ ظلم الحسين كما ظلمه حيا ظلمه ميتا كما ظلمه وظلم أهل بيته كذلك فإن هذه السيدة الجليلة قد تزوج منها عبد الله بن الإمام الحسن عليه السلام الذي كان ينقب بالحسن المثنى؟ لا ليس الحسن المثنى لأن الإمام الحسين حينما جاء بعياله وبعيال السيدة رملة أم القاسم عليه السلام فكان القاسم مع عبد الله لهو زوج السيدة سكينة سلام الله عليها فقد حضرت مع زوجها وتقول الروايات أنه كانوا في بداية شبابهم يعني في بداية أيضا زواجهم ما يزالون يعني أربع سنوات من ثلاث سنوات ولم يعني يكن له ولدا في هذه المرحلة فنعم تزوجها ابن عمها وقد شابهت السيدة سكينة جدتها فاطمة سلام الله عليها كيف؟ لأنه الإمام الحسين كلما جئ إليه من بعض الناس وبعض المعارف يخطبون السيدة سكينة كان يرفض فيقول دعوها إنها منشغلة بربها إنها كذا عابدة إنها زاهدة إنها ليس وقت زواجها إلى أن جاء إليها خاطبا ابن عمها عبد الله ابن الإمام الحسن عليه السلام يعني ابن السيدة رملة عليه السلام شخنا العزيز إن شاء الله لو تفضلتم علينا نأخذ فاصل قصير ونستكمل ما طرحناه من قضية زواجها إن شاء الله مشاهدين أهلا كارم فاصل قصير ونعود إليكم إن شاء الله حياكم الله مشاهدين الأكارم مرة أخرى وهذه عودة وأرحب بضيفي بهذه الحلقة الخاصة بذكرى وفاتي السيدة سكينة بنت الإمام الحسين سلام الله عليهما فضيلة الشيخ حسين بن ناحي العيساوي حياكم الله فضيلة الشيخ مرة أخرى نعم كان الكلام قبل الفاصل عن زواج هذه السيدة وكما هو معلوم أنه ذكر أنه تقدم لخطبتها أحد أولاد الإمام الحسن سلام الله عليه هذه في رواية وأن الإمام الحسين سلام الله عليه كان رده وأما سكينة فغالب عليها الاستغراق في الله تعالى فلا تصلح لرجل وزوجه إحدى بناته وهي السيدة فاطمة وبالتالي ذكرنا قبل الفاصل أنها تزوجت أحد أبناء الإمام الحسن سلام الله عليه هذا الوصف الدقيق الذي ذكره الإمام الحسين سلام الله عليه ماذا يعني؟ لا سيما أن الإمام المعصوم سلام الله عليه لما يذكر وصف هو أعلم بما يقول فما الدلالة من هذا الوصف؟ نعم لأن القضية تكون عبارة عن استباق للأمور فالذي يقدم على هذه البنت لكي يتقرب من الإمام الحسين عليه السلام من نسبه من أهل بيته فيكون قد استعجل في الطلب فأهل البيت عليه السلام كأنه فعل السيدة فاطمة سلام الله عليها حينما كان يأتي إليها الواحدة والآخر فلان وفلان فكان يرجع زواجها إلى الله سبحانه وتعالى الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله إلى أن جاء إليها الكفع أمير المؤمنين وقال له الوحي زوج النور من النور قال ومن النور قال علي من فاطمة فكذلك الإمام الحسين عليه السلام لطابع هذه البنت ولحرصه عليها ولأنها تصفها كثير من كتب التأريخ من أنها صاحبة رجاحة عقل وفطنة وسؤدد وهيبة وأدب ولها كياسة ولها فطانة فكان الإمام الحسين روحي له الفدا حريص على أن يعطيها للكفع الذي يكون أيضا حاله حال الاستغراق في الله سبحانه وتعالى عبادة وزهدا وخشوعا فبالفعل حينما وجد الكفع وهو ابن أخيه عبد الله بن الإمام الحسن زوجها منها سلام الله عليها جناب الشيخ هذه السيدة الطاهرة بهذه الشخصية الاستثنائية وكما ذكرنا أنها كانت حاضرة في يوم عاشراء وسارت مع السيدة زينب سلام الله عليها في درب الشام وما حصل وما جرى عليهم هل كان لها دور في دعم الإمام السجاد عليه السلام في هذه المسيرة وثورة أبيها سلام الله عليهم وأيضا بعد رجوعها إلى المدينة بأبي هي وأمي هذه السيدة الجليلة نعم نحن يجب علينا أن نأخذ جانب وهو أن الأئمة عليهم السلام إذا وجد إمام قبله يقود زمام الأمور يكون هو متأخر يكون هو ثانوي يؤخر عمله أو ما شابه ذلك فكذلك بوجود السيدة زينب عليها السلام العالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة فكانت بقية النسوة تخفي أدوارهن لما لشخصية السيدة زينب عليها السلام من دور أساسي كما كان يفعل الإمام الحسين روح إلى الفداء بوجود أمير المؤمنين في حال حياته وهكذا من بعد استشهاد أمير المؤمنين تسنم زمام الأمور الإمام الحسن نعم كما ينقل أنه الإمام الحسن سلام الله عليه لما كان يتكلم وبلا شك الإمام الحسين كان حاضر والإمام كان بكل صمت نعم مسلم لإمام زمانه نعم هكذا كانت السيدة سكينة نعم شاطرت الإمام زين العابدين عليه السلام وعانت ما عانت من العطش والجوع والضرب والشمس والحرارة والتعب الذي لاقموه أولئك النسوة فكذلك بأبي هي وأمي نعم لها خطب رهيبة ولها أدوار لكن أدوارها حاولت أن تقتصر على بعض المواضع يعني فقط كما كانت أنه مثل الحديث الذي تقدمه مع سهل بن سعد الساعدي في الشام وهكذا يعني دار هناك بعض الشيء في الكوفة تبكون في مجلس ابن زياد وما شابه ذلك وحتى في مجلس يزيد عليه لعاء الله حينما قام يسأل من هذه من هذه من هذه إلى أن وصل الدور حدث في هذا المكان في الشام يعني أنه طلب أحد الحاضرين أنه يأخذ السيدة كجارية مما يؤسف عليه أنه تنقل لنا الكتب يقال أنه نظروا إلى وجوه المكشفات فقالوا ما أفضل ما أحسن الرواية هكذا تقول ما أحسن وجوه هؤلاء الأسارة وكأنهم أرادوا أن يتشفون وأرادوا أن يعني يوصلون أهل البيت عليهم السلام إلى فوق عذابهم بالحسرة والألم لما يرى من ألفاظ هؤلاء والذي كان حاضرا بجنب يزيد عليه لعاء الله قال أريد هذه الأسيرة فلاذت تقول الرواية بأختها أم كلثوم عفوا بعمتها أم كلثوم والسيدة زينب عليها السلام والسيدة زينب هي التي منعت نعم وقفت وحالت دون ذلك وإلى أن وبختهم تقول الرواية إلى أن رجع عن مطلبه ذلك يعني حاولت السيدة زينب أنه تقول له ومن تأخذ أَوَ هَكَذَا يَكُونُ أَوْلَادِ رَسُولِ اللَّهِ خَدَمًا لِأَوْلَادِ الْأَدْعِيَاءِ هكذا وبخته بهذه الكلمات الرسالة نعم أنه أولاد رسول الله يكونون خدما أنت من تأخذ الأسير ماذا سوف تصنع به بلا شك نعم يكون الخدمة نعم وكجارية فوبخته قالت هذه السيدة هي من بنات رسول الله صلى الله عليه وآله نعم شخنا العزيز هذه السيدة الجليلة كيف ختمت حياتها هل من شيء يذكر في التاريخ عن وفاتها أم نستطيع أن نقل شهادتها سلام الله عليها المحزن أنه هذه الفترة التي قضتها السيدة بأبيه وأمه بعد مقتل أبيها وبعد رجوعهم إلى المدينة تقول الروايات حالها كان كحال أمها الرباب أنها لم تجعل على بيتها سقف أبدا الرباب هي أم الرضيع نعم وهي أخت الرضيع السيدة سكينة أخت الرضيع فأمهما مشترك واحد لا وهي السيدة الرباب فكان يحب الإمام الحسين عليه السلام بيت الرباب الذي فيه سكينة والرباب هناك أيضا أبيات مشهورة تنسب إلى أبي عبد الله الحسين بخصوص هذا البيت وخصوص أسرة الرباب والسيدة سكينة سلام الله عليها فكانت بأبي هي وأمي كذلك امتنعت من الزواج طيلة حياتها بعد أن كان ذلك الشاب ذلك السيد الشهيد الذي قال عنه الإمام الحسين عليه السلام مع الشهداء لا أعلم أصحابا أوفى من أصحابي ولا أهل بيت أبر من أهل بيتي يعني أنه زوجها استشهد مع الإمام الحسين سلام الله عليه فبقيت من دون زوج لكن التاريخ مع الأسف ولكن صبط بن الجوزي وابن خلكاني وغيرهم وابن كثير كذلك في كتابه أيضا حينما يأتي إلى هذه السيدة يذكر أن لها قد جاء خاطبا مصعب ابن السغير نعم وهذا هو من المكذوبات على أهل البيت لأنه حاولوا لاحظوا أنه في هذه الفترة الفترة التي عاشتها حكومة بني أمية والمروانيين حاولوا أن يلملموا الشتات والتفرق في بالهم وكذلك كما فعلوا من قبلهم من مسألة زواج بنات أمير المؤمنين عليه السلام هكذا يعني وإنما هو محظ تكذيب ومحظ تلفيق أن هذه السيدة التي يقول عنها الإمام الحسين مستغرق في الله عز وجل فكيف بعد مصيبته وبعد ما جرى عليهم من النكبات والتي مطرت السماء دما على أبي عبد الله الحسين كيف لها ولنفسها أن تتقدم لزواج آخر ومن من؟ من شخصية ليست لها صلة بأهل البيت عليه السلام الذي فعل ما فعله والذي ما صنع مع الإمام زين العابدين عليه السلام مصحب بن زبير وهكذا بقيت من ذكروهم أيضا من المروانين فهذا أرادوا أن يشوه تأريخ هذه السيدة الجليلة ببعض الروايات المتسوسة أنه مرسلة كما هو معروف أن مصحب بن زبير وعبد الله بن زبير ادعوا الخلافة وأرغموا الناس على المبايعة حتى يدخلوا في خلافتهم مع الخلاف الذي حصل مع المختار وفيما بعد مع عبد الملك بن مروان وهذا الجو المشحون كيف وطبعا آل زبير هم الذي آووا وحووا قتلة الإمام الحسين فكيف للسيدة الطاهرة هذا كمنطق عقلي كيف للسيدة الطاهرة أن تقبل بشخص عائلته وبيته وأخوانه آووا وقتلة أبيها وهذا ما يوسف عليه مما يذكر في التأريخ ولا يكون هناك تحقيق ولا تدقيق في هكذا مسائل ونعم أنها شاعرة وأنها كانت تجالس الشعراء وبيتها مفتوح لا نريد أن نفتح هذا الباب لأنه باب هو مزيف على هذه السيدة الجليلة لما لها من المكانة وما لها من المنزل الرفيعة عند الإمام زين العابدين عليه السلام حتى أنها حين تقول الرواية حينما كان يذهب إلى الحج فتبعث معه بخمسمائة دينار لكي يكون تغطية نفقات وما كان يصرفه على المساكين بأبي هو وأمي الإمام زين العابدين وكلما يكون حين الغداء أو العشاء وما شابه ذلك كان تبعث بالخدم لكي تكون بخدمة الإمام زين العابدين عليه السلام فينثرها على المساكين هذا هو ديدنها وشجاعتها وصبرها وكذلك ما ورثته من الفصاحة والبيان إذ أنها كانت تصنع مجالس بيتية كما كان يصنع الإمام زين العابدين في المدينة نعم فتروي لهم ما جرى على الإمام الحسين وما جرى عليهم وكانت تفت النساء في الأحكام الشرعية كما كانت السيدة الزهراء عليه السلام وكما كانت السيدة زينب عليه السلام فهي بنت الإمام الحسين رحي له الفداء الذي ورثت منه العلم والفصاحة والشجاعة نعم أحسنتم كثيرا بإيجاز يعني عن قضية وفاتها هل هو وفات أم استشهاد والروايات التي تحدثنا عن مكان دفنها سلام الله نعم الذي يبخس حقهم أهل البيت عليه السلام هو هذا اضطراب التاريخ بشكل عام ولكن لأن عمرها كان ما يقرب من خمسة وسبعين وإذ أن أمها سلام الله عليها تقول الروايات ماتت بعد سنة لم تتحمل فراق الحسين رحي له الفداء ولما جرى ولبكائها لبكاء أمها فكذلك أمها كانت قد وصفت لها بعض خادماتها من أن السويق يدرر الدمعة لأن دمعتها جفت على سيد الشهداء بأبيه يا أمي فكانت تأمرهم بصناعة ذلك السويق حتى تبكي على سيد الشهداء رحي له الفداء فكذلك هذه البنت ورثت من أمها ومن مصيبة الإمام الحسين رحي له الفداء ذلك الضعف وذلك المرض اللي نسميه مرض اللوعة والفراق والمصيبة فكانت بأبيه يا وأمي قد ماتت موتا طبيعيا لم يسند أنه أمر بدس السمي إليها أو ما شابه ذلك واختلفت الروايات في مكان قبرها بأبيه يا وأمي الروايات مختلفة بينما يذكر أنها في دمشق والمشهد المعروف الآن في دمشق هو ينسب إليها وحسب التحقيق أنها سكينة بنت الملك أمرأة معروفة ابنة ملوك وجعلة وشيدة لها ذلك المكان وهناك أيضا موقع وموضع للسيدة سكينة في مصر أيضا كما يزوره ويتوافد عليه وذلك الصرح الكبير أيضا كما يعني ينسب إلى السيدة زينب عليه السلام أيضا لها ضريح هناك لكن حسب التحقيقي والتتبع والسيد محسن الأمين في كتابه الأعيان يقول أنها ماتت في المدينة المنورة ودفنت في البقيح لكن لم يعني يذكر مكان موضع السيدة روحي لها الفداء بالتحديد شاهدوا القبر لم يعين نعم الشاهد لم يعين نعم أحسنتم كثيرا فضيلة الشيخ حسين مناحي العساوي كنت ضيفا معي في هذه الحلقة الخاصة وفر الشكر وكثير الأمتنان لفضيلتكم وشكرا جزيلا لكم نعم مشاهدين الأكارم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا في الدنيا زيارة هذه السيدة الطاهرة العفيفة سكينة بنت الحسين سلام الله عليهما ونسأل الله العافية عند الممات وأن يرزقنا شفاعتها وشفاعة أبيها وجدها والنبي الأكرم صلى الله عليه وآله يوم القيامة إن شاء الله وصلنا وإياكم لختام هذه الحلقة الخاصة شكرا لطيب المشاهدة أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة